السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنقدم لكم شرح لقصائص المخلوقات الحية ونبدأ بالجدول أولا يتكون المخلوق الحي من خلية أو أكثر المخلوقات الحية كلها مكونة من خلية أو أكثر والخلية هي الوحدة الأساسية للحياة في بعض المخلوقات منها البراميسيوم وحيدة الخلية ثانيا إظهار التنظيم أو التعضي تبدأ مستيرات النظام في الأنظمة البيولوجية بالذرات والجزئات والخلايا ثم تزداد تعقيدا بناء على الوظائف الحيوية للمخلوق الحي فتركيب فك الحرباء ولسانها الطويل مثلا لهما علاقة بوظائفهما التي هي أهم الله لأدائها ثالثا النمو يؤدي النمو إلى زيادة كتلة المخلوق الحي ويكتسب المخلوق قدرات مختلفة في أثناء عملية النمو فأبو ذنيب مثلا ينمو ليصبح ضفدعا بالغا رابعا التكاثر تتكاثر مخلوقات الحية وتنتقل صفاتها من جيل إلى جيل آخر فطائر أبي الحناء عليه أن يتكاثر لكي يستمر في البقاء خامسا الحاجة إلى الطاقة الطاقة مطلوبة للعمليات الحيوية كلها فبعض المخلوقات الحية تجمع غذائها وتخزنها كما تفعل السناجب والبعض الآخر يصنع غذاه بنفسه كما تفعل النباتات الخضراء وبينها شجرة الليمون سابعا المحافظة على الاتزان الداخلي يسمى تنظيم الظروف الداخلية للفرد من أجل الحفاظ على حياته الاتزان الداخلي وتشترك فيه جميع المخلوقات الحية فإذا حدث شيء للمخلوق الحي يسبب اضطرابا لحالتها الطبيعية فإن مجموعة من العمليات تبدأ داخله في عادة اتزانه الداخلي وإلا مات سابعا الاستجابة للمثيرات تستجيب المخلوقات الحية للمثيرات الداخلية والخارجية وتتمثل المثيرات الخارجية في جميع الأشياء التي تحيط بالفرد من المخلوقات حية كالنباتات والحيوانات أو أشياء غير حية كالهواء والماء والتربة والصخور وأما المثيرات الداخلية للفرد فهي كل الأشياء الموجودة داخله إن أي شيء نسبب رد فاعل للمخلوق الحي يسمى مثيرا أما رد فاعل للمخلوق الحي فيسمى استجابة فإذا يستمى شمك القرش مثلا رائحة الدم في المحيط فإنه يستجيب بسرعة فيتحرك نحو الدم ويهاجم بأي المخلوق موجود هنا كامنا التكيف وهو أي صفات موروثة ناتجة عن تغيير في تركيب الجسم المخلوق الحي لملاءمة الوظيفة التي يؤديها وتحافظ على بقاء نوعه مثلا أوراق الأجار في الغابة المطيرة وهي الأوراق ذات القمة الناقطة وقد هي الخارق سبحانه وتعالى لها هذا الشكل لكي تتخلص من الماء الزائد إذ ينزلق الماء بسر وسرعة فوق سطحها فتبقى جافة نسبيا فلا تنمو عليها الفطريات وهو ما يمنعها فرصة كبأكبر للبقاء وهكذا تعد الأوراق ذات القمة الناقطة تكيف في بيئة الغابة المطيرة وهكذا ينتهي درسنا عن خصائص المخلوقات الحية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين